من الأخطاء اللي يتم التعامل فيها مع الشخص اللي عنده اكتئاب أبدأ أني أنا أسفه ما به من حاله أقول لي يا ابن الحلال هذا جارنا صارنا لها مشكلة زي ما صار لك أنت وهذا هو الحين الحمد لله بخير مثل الحصان شفيك أنت صاير كذا يا ابن الحلال أطلع منها يا ابن الحلال أدعو صلع ركعتين وخلاص أمورك تكون طيبة يا أخي مثل ما أنزل الله الدواء أنزل له الدواء فما ينفع أنك تكلم بالطريقة هذه يعني تحتاج أنك تحترم ابطرابة مثل أنك تقول له الله يعينك يا أخي أنا معاك أنا واقف معاك أي شيء تحتاجه ترى أنا يعني سندك اللي تبيه الله يعينك والله ما أحد يتخيل الألم اللي أنت عايشه الآن فيشعر أن هذا الإنسان معاه يشعر أنه عايش معاه وليس فقط جالس يعني يمشي له أو يسفه أو أنه يعطيك كلمتين ويقلل منحاته هذا ما يحتاج ترى نصائح شفت النصائح اللي قاعد تعطيه إياه سو كذا وسو كذا ترى كلا يعرفه هو يحتاج أن يشعر أنك تشعر فيه الاحتواء يمكن الاحتواء عاطفي سند تفاهم معنوي الكلمات حاذر بالكلمات اللي أنت تقولها بعض الأشخاص يروح للعيادة النفسية يعني يتعالج بعد يرجع البيئة ينتكس بسبب البيئة لذلك دائما أقول لا يمكن فصل البيئة عن الحالة المزاجية للإنسان ترجمة نانسي قنقر